1- والله يدعو إلى دار السلام و يهد من نفس قر acontecendo حسنهم لا آخر فلقل نہیں � commen mentre تعلق ربになر بلاستحق را because you are always were when you didn't have money maybe you had very bad qualities so you couldn't show هذه أجوائية تعليف University لم يكن لفشتة لك لقد كانت تحضر دورة إلى رجال لك و تقول نعم قرار شخص indeك لا يوجد مدفع لأنه في المنوあと نسائل أو مال دنة فنعم مال أرام أسنع في سبيل ورمواضة إذا لم يكنوا هل سبع نعم قرار شخص فكرة إن تحسين هذا سيستطيع دوية لكنه في المال أنت تعليفة لا يحتاج إلى الخطة باستطاع إن تحصل على حياتي كما تعلموني ، لقد ترztكت فقط في صدقتي لكن في الرجل أين أنتي أخذت لك ، تحصل في أسان المغروب continue أثناء حديث maintaining إذا صلحت صلحت الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله يجب في الن личية في نقول لدينا سيكون جزء اذا فوضعت و جيد فوضعت والدلاء سيكون فوضعت و جيد و اذا فالك و روح فوضعت والدلاء سيكون بلاد و روح هذاyl هو نتسألنا اللح سبحانه و تعالى لأننا سبحانه و تعالى لذلك اللح سبحانه و تعالى تعالى كيف محلون يتحدث الانتقاراتهم محلونون الذي يشطرون التي تحرمونون يتحدث أنهم تم ان اترضا مجلوب النجدة ل 우리 بد dubai ع fourty carrying a look at the question when hercules asked the question to abu sufyan about the profit piece be upon him the time when abu sufiyan was not yet a muslim and he had traveled to that region he asked him tell me who are the general followers of this profit that that is claiming to be a prophet are they the rich or the poor ابو سوفيان قال لنا عبارة المزحة الدماء عبارة الله شبان الله نتفاDO كيف نحن نسان uh و نحن من ذلك بعضنا عندما نحن من ملتصاحتنا من المصلة على الله مثل رمضة و شيء جدود بعضنا نحن درسنا في مستقبل نحن سرعتنا كما نحن نحن رمضة في نحن 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 سن نحط نحو loanary وري carga اللوي الطلا resolutions ونرغ الدرس لنحمنا المساط و itís كانت ما فتح ليdosلم لذلك constituيننا منذ حالúsica لم نشاقا علينا ل Regarde companies don't ya build we fear if i grow a beard president is not being Spirit to me anymore so it can happen sometimes and sometimes we fear like the women folk might fear those who are very influential that if i wear a scarf on my head or if i go to the next level and if i want to cover my face or فقط ، فأنا في كل ما سبب احساس سواء منصف اكتب رائعة ، الله ، هذا المصغل ، الذي يخطأ لك في حيث ايفضل التجنة ، لا تس scatter عندما юستيح الحران ، تحضر مثل دنا ايضا اكتب ايضا ايich لديك ، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لديه ، وهذا الشيء اللي يراجع لنا بلد Нي قد تخفوص لك ، تدررررررررررررررررررز تنوار بلد او يهوى سبيلتك لا تسريف Fear will not buy your happiness there are certain priceless things only الله control سبحان الله and when he has given you wealth or good looks or good health or position or education he has given you that only as a test if he wants he can take it away overnight may Allah subhanallah tala grant us goodness so those who are arrogant another quality of them or if إذا نحن نفسنا عني نحوذ اذا كنت نحن نماراً ما يبغمونی جميعاً ومنهم جqualتون محطة ويبغمون بشرك مجال مجال وجاناً شعائق لماذا نقول هذا؟ نسمت لشيئاً ماなるほど الله بلخصة شعائب الله سبحانه وتعالى قال اس قال الملك الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا الذين أحبون من شعيب من شعيب من شعيب من شعيب من شعيب من جميعاً سببه لهم لن يقولون شعيب يا شعيب نحن نسخنا من شعيب من نجم إذا كنت نحن نسخنا لنرى وردت 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 شعيب من شعيب يمكنك أن يكون وردت أخبرهم إذا كنت لا تنسخنا لنرى 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 تنظروا ما أم ستجعلت لنرى لن نجد سبباً هذا القرآن لن نجدوهانا نجد نجد مقدم كم قرآن فرقنا كنت تسمعوا لو جانتماًا إنه لا تنسخنا تنسخنا سأقرقون إسفوال إذا لا إنهم إنهم وإنهم سأقرقوا وإذا تنسخنا إذا سأقرقوا ما قررأت إذا لم تنسخنا ما قرأت هذا قصت هيا خطأ لننا نقابل ولم ا الجميع سأعطيك سأ عليه وسلم سأعطيك 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 لماذا؟ إذا فaredتك إذا ما تريده ما لا تشغل انا هذا الصحيح يجب أنني هذه الواقع بأننا باردهنا شروعينا إلى خارجنا صحيح أدرى لذلك انا نعمة خارجنا إذا كنت تستعمل نرجاعات استخدامة إذا فقد أفعله ها هو política إذا أعطى اللہ سأقوم ب注عه لسأني لا أريد أن أعطائك ب Gyقال أبناء بشكل مددعي لا أريد أن أعطائك بشكل مددعي صلى الله عليه وسلم هنا هو زمان كيف يمكنني ربما تخلصون لو أنها أركب أو أبدا يا شباب أو أو المعبوب أو أخرى من المؤخاء أو أجانبيين أو جميعاً أو الناس RedAT في علامته أو على المخرى لماذا يمكنني ربما تخلصون لو أنك تخلص هذا اشعر فيك أخبركيككككبت أنه يقرر بالموضوع ما هو هذا؟ هذا الي seniors فخمان لا فخمان لا يساراً على عدد ما هو فخمان لا تقرير نفسنا ما هي عدد والعرض فخمان لا تقرير بالنسبة أناون لدينا مفخشة وأنتみ الله يسرح من نفسه إضافة فخمان لا تقرير وكل شخص من نفسنا أيضا 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 أمين لذلك تبدو هذه خواه وراغ وأنترى إذا نرى كيف اللهم سبحانه وتعالى بالتراج مصرات и القرارات فخ셔 الله سبحانه وتعالى قال مراجين الذين الذين cellular yine وبعد انشاء what are referrals are they will be resurrected with them even if they are weak. there are so many verses in the Quran which show this. there are people who are haughty. when they instruct you to do something wrong do not do it. because if you follow them on the day of qiyamah they will have their own babies to resolve or their own problems to resolve you ستكون اتصالتك كل يقول نفسي نفسي كل شخص يحصل على أنفسي لذلك الناس لنساء الناس الذين يسروا أنت لن تسلقوا نحن نسلوا لا تستطيع أن تسلقنا لا تستطيع أن تسلقنا والله الواقع سيأتي نحن هنا نفسنا ارجوك ونحن نفسكم ولكن في العالم أنت لقد قلتنا أنت لقد شرحنا أنت لما تفعلنا إذا فعلنا نحن ستفيد أين نحن ستفيد نحن 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 today we are now in the life after death please go away don't burden us may Allah BON-RA agrade not make us from amongst those so Allah subhanahu wa-ta-ala then speaks of another quality that we need to be careful of a very very arrogant man was known as Pameroν down his arrogance led to the degree انه يبدو أنه قد قلت في قولنا كما نتحدث بذلك أنه أمام الله أنا ربكم الأعلى أنا أمام الله أمام الله أمام الله أمام الله أمام هذا هو كيف كانت محروراً فقط أنه كان صحيحاً شخصاً الله سبحانه وتعالى بذلك ما يفعله بذلك الله سبحانه وتعالى قال إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شئاء يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين الله سبحانه وتعالى بذلك محروراً بذلك محروراً بذلك محروراً 他 أخط realise عدد منهم أو عدن منهم giving was a leader he told Abraham that I control life and death so Abraham said no you don't he said okay wait one minute look our young children will laugh at this he said bring me four prisoners who are supposed to be dying who are supposed to be dying death sentence two of them he said I free you right look I gave life look I gave them life what is that you are such a امام جامعا جمعا جمعا جدا جانبما take it in a time imagine Allah Akbar انا stronger even the children are laughing does that mean you gave life bring a stone and tell it become living and then when it becomes living we will talk then we will talk you are not the giver of this life then the other two he instructed the executioner saying execute these two they were executed look I gave death yet Namrud died himself تظنوا إذا كنت تقول أنك حياة وحياة لماذا تتبعون؟ لذلك لذلكنا نعتقد أن الله حي لا يموت الله حيث لا يموت الله سبحانه وتعالى نفسنا لذلك الله سبحانه وتعالى قال فرعون فرعاونا قلقاً وفرعاونا على الأرض وهو حقاً جمعاً 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 لذلك فرعاونا أيضاً qui is an off shoot of arrogance and pride corruption is a quality which is an offershoot of arrogance and pride pourquoi we say this naturally you need to reject justice in order to be corrupt corruption is a rejection of justice let me give you a simple example bribery bribery is an off shoot of arrogance because you are supposed to be working هذه الأ lengths قليلاkap أو الأمر فيبيوتما لكن لو انت تعب مẽ التعط também يسلط على نحو اعطة تذلق mutually ن å Lud 사람들 مختلف ت consp替ee لا تHi from himself عن يو خوال التالج لا تسلط على المزوسة وتحرك هذه التحكم رسالة التي يتم دونها وتدو جو بالتحusting بالتحير من الاجبات ثم الله الله تعالى لا تطبيخİ أن الشمrellة الموقعはいوا pieitudes Shop sent więc, and that life rotates around planning plotting against whom against anyone whom they feel will reach their level or against anyone whom they feel might go above them or against anyone whom they feel will take away either their power or their wealth. Sometimes you have a person and this is what we find, مدارة في قضاء و εί ذوغل أحاول يتحب أن أمكثب يتحب أن يتحب أن يتحب أن يتحب أن يتحب أن في قضاء لكن ما يأمر في الأشخاص يوجد أن هناك الناس في المشكلة الذين يبقى جميعهم يتحبون الذين يقدمون أن يهمون هذا لأنهم مبسكون هذا لأنهم يخطون وحشة المخصوانة بقدمونه لا يطلبونه يقدمون أن يستحبونه يطلعون أساس لذلك هم يجبون وكل يوم يسرون الناس لكي نرى من يكون نفسنا نحن نفسنا لا نريد أن نفسنا هذا لذلك السبب الإسلام نحن نحن نفسنا نحن نفسنا عندما يحدث شخص تشخص كما تشخص شكرا الله لقاء 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 وقال يا الله هذا صغير مسلم أو صغير مدلس حلال على الأقل لا يستطيع أن يستطيع ومعنى يا الله دعوه ومعنى أيضا سبب الله سبحانه وتعالى أبداعنا نسخة كما تعالى كما تعالى بما يوضع أفضل كما تعالى بأننا نحن عقل كما تعالى كما تعالى بما يوضع أفضل لا يوضع أفضل لذلك لذا فهمنا نمائل نحن نعلم بأن هناك يلقران والمن ل介فو أبداعنا مكان هذا م Corporal سبحاند عندما تشخص اجتماعا القادرات قبول في لهم الانتظارين الذين الذين في الوصول كانت المساعدة في كل مصرحات في كل محادلاتهم لديهم وضعوا. الناس كانوا يضعوا لديهم وضعوا بأن ما ادواني انا قطاع سيأتب. ابو جهل في مكة محادل وقد رأيت ، وقد جاءت أنه محمد وضعه لديه فرصة. لذا فعلت أسألتا أن هذا الشخص يجب على قلقه. من الآن يذهب وقته وقته. حقاً. لقد قتلنا أنه يتبع سيأتب. عندما تصدقوا أنه يساعد و أنه لا يستطيع القلقات لهم. سنتذهب إلى إلى ، و se تقولوا ، إذا كنت تريد أن تكونها هي larga فائمة ، فإننا لديك سأكون جميعاً ، وكما ألاحظتك ، إذا كنت تريد أنت لديك ، فإننا لديك سمعون مناقشة ، إذا كنت تريد قدر ، فإنناchte نمائنا نفسنا. إذا كنت تريد ، فإنناك تريد انت تأخ тайر. إذا كنت تريد أن تريد ، فإننا لديك ما زالتك. الـ نبي صلى الله عليه وسلم على وجهةنت لهم. لغاية اجعله فلسنا ها قالت Forte انني what can I say something yes Wallahi if you put the sun in my right hand that's how much power you give me and the moon in my left hand I will never leave what I have been sent to relate to you subhanAllah so he did not succumb to pressure never nor did any of the other messages succumb to any form of pressure these were the messages now those people began to plan and plot لأنهم سبب وعالهم وعالهم وعالياً هم كانوا المساعدين وعالياً أبداً عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عندما في مدينة منورة عندما كان يجره كل شيء وعالياً من ذلك أيضاً من مكة مكة والله في لا تصبح أحد أكبر من المقلوبين كثيراً كثيراً إنه يساعد كثيراً 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 كانت عثمان بن عفان رضي الله عنه كانت كثيراً كثيراً بأنه أيضاً عثمان غني أعتقد أن الكثيراً لأننا ذلك المنوع عثمان غني مذكور يعني أنه رقم كثيراً كانت واحد مذكور كانت المسلمين ولكن فقط قليلاً 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 لأنه عجرہ مجرد لا تقلق لذلك الله هو كثيراً لا تقلق كثيراً بأنه مجرد انбо ايضا افتر في العمل مستحيل يجب أن في هم لا مسألة غير في نفس الناس إذاً هم لا مسألة غير في في نفس الكبير لاسة فإن لن تسلح في المنسبة غير في القائمة إذاً فإن لن تسلح في المنسبة غير في النسبة غير في دارة فإنه لاسة يجب أن يذهب إذاً لا يذهب إلى العمل لمحا جاءً فإنه لا يرى رسالت المنزل فإن الله صحيح عندما كانت الكبير امان كانوا يجب عنه tiene عفوا بجلب من جانبهم يريد أنهم يطلقون بأنهم يتفقون بأنهم تعالوا إذا كنت أسان من النوع من أنهم يجبون أن يتفقوا بأنهم يجبون لبعانا لأيبا الله أكبر لكي نظروا هذا الجميع من نحن من قلقه كما يبدو كبيرا فعله ولكن في المقالي فعله بالتأكيد لا يمكن أن يكون هذا مدى لإعجالين الذين يملكون ويحنون ويكون هذا جيدة تقدمية الوحيدات 팀 شكراً بحاجات إنسانات goals hijoزفي haya عبادت عليه السلام حیت تاستور ما اصلاف یوسف علیه السلام 40 years later according to some narration's but Allah subhanahu at'allah will not let injustice go unabated may Allah subhanahu at'allah protect us all and Allah calls them criminals Allah says those who have pride in them they are criminals لأن هذا مشكلة بشكل تردد من اللحظر والدان لإحداث لدينا تردام مبناء فإن لا يوجد تردام مدواعي الله سبحانه وتعالى يقول في سورة ال جاثياء إَفَلَمْ تَكُن آيَاتِ تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُم قَوْمًا مُجْرِمِينَ الله سبحانه وتعالى الذي نحتاج عندما يحدث كذلك الله فبرك في نไม子 one قائد تقت بسبب الاندفطان أول سلام وأرجم غضب stay the truth and wants to despise others and be little people they will come a time when that person will lose the sense of distinguishing between right and wrong they will not be able to tell the difference between left and right right and wrong darkness and light they will lose all form of credibility وكل طريق تفهم انظروا ما قال الله سبحانه وتعالى وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْرُشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اللہ sanی اللہ قال اگر حسنا جزیں گے ریاض براس طرح مجھے سے منف کریں اور اگر حسنا غفت کیا انργان중 ہیں وقت نفس طرح اللہ� appel رحطت شاہد ہے انت موجاتام دا دا دفع ہے ب requiem creativeuraiing wallkeep آخر وما لا يريدون처럼 عسالة الله اللحظامs الله Marspeanti من دولنا كلاما كلاما هناك شهادنا مكنح الحال أيضا شم speculation سيما與现 nast fists ن harmless نتلعى نتلعى نتنفذنا هم الض음 التالي جميع Bella من تلك eties nos اغimyالك who you are where you are how you are being kept and who is keeping you may Allah subhanahu wa ta'ala keep us in a good condition so Allah says that they lose all forms of direction to the degree that they begin to be wasteful wasteful meaning they blow money here and they they blow wealth where they are supposed to spend they don't spend so if there is a masjid مجتمع يزدون أو أخري قوة بعض الشيخ ترمأن تجليع في في مدرش اخطأ وهبهم يرون مرحباً كذلك نعمنا نعطى ملط الملوم نعم مرحباً لا 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 الله بلوكت أجل مدى أنهahl أبباً يقول لا تجرب الناس لن تلققى تأكد بجل تلك المسجد و هذه المدرسة هذه اللذات أجل الله السلسول الذين يجب أرائم لهم وهي they have seen the cause or you have explained to them what it is they will come on their own to say I would like to spend here I would like to spend here but sometimes you have a wealthy person he will blow money on casinos where you are not supposed to blow money he will blow and he will blow money for so many wrong شيء لكن هل اجتماعي حال هنا واحد خاطئ ذلك رسالة لا يستطر أن يساعد كم نحن للغاية ما لا يمكنه شراء لطيف لماذا؟ الله يقول لدينا انا انتخاض لسي padre انا انتخاض لطيف ند propriا Bank's money is not fit for me and you It's fit for casinos Then when all the haram money is finished in gambling casinos prostitution alcohol big parties ومن ثانية ثم قبضة عندما يجب أنه تبعه عندما يمكن أن يستطيع الوصول إلى الأرض يجب أن يجب أن يكون لدينا أخراج لذلك على المساعد أحد أقول هذه هي لأن كل شيء مننا يجب أن نسخنا كيف يجب أن أدرس في المنطقة ونأتي أتجابي من أجراء المنطقة تبعني أتجابي أتجابي إبناءك امتعالك إبناءك امتعالك إبناءك امتعالك من الرعاق بلداء المعلون لا تفضل تخل lange ورسول كم منصف لداء لا تفضل وما لديهم لرواسك الله يسر مرتفعة والله يسرى هناك مصرات ما انا لا يمكننا حيث لك ولكن كان لدصور لك مصرح لديه وأنه قال اي اجارة كفاء لحيئة لحيئة لذلك المسلور صلى الله عليه وسلم قالت ات Snack اگل اجارة جعلت لك اجارة كفاء لحيئة الذي لنا نتوقع. يقولтя، عبدا أليس، إذاً أردتك. إذا أردتك قصة أنه سألتك في اللغة وأنا سألتك في هذه المعلومات والتالية. أعرف أنت ترسم؟ ربيط قلت يقول، يا الله هذا المجل، فيماكن السيء السيء، يشتغل في المهمة. أخبرتك، أنني لا أتمنى لدينا تدارة التاريخ المستوى ليس لدينا لدينا. خلال السلام. رائعاً كبير بذلك أنه سادط kedua من العالمة. from five salah he began to read three from three he was coming for jm'a from one jm'a he stopped coming when the verses of zakat were revealed nabi mohammad sallAllahu alayhi wa sallam sent someone to him to say this is the verse of allah we are here to take some of your wealth wallahi the answer he gave them he said who are you what do you think you want i got this wealth بإمكاني أفضلاتك تعتقد أنني سألتك؟ اذهب لك لذلك الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم وَتَوَلَّوْ وَهُمُ مُعْرِضُونَ الله تعالى لكل شخصين يوجد تلك وقت الله تعالی بات них باتهم 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 ل chị جدتا بالطرق ثم當 تصبحوا vídeo And they were given they turned away and they forgot their promise And Allah says We have written hypocrisy upon their hearts until the day of qiyama So then نبي محمد صلى الله عليه وسلم He knew already وكان هذا الرجل يجب ان تسجل قملا في مدينة هؤلاء الناس درقوا في مدينة إلى المدينة لزقنا لذلك عندما ي poblانك لقد صدقوا ماذا كانت جادة لم يكن يدعني لا تئلغي أسانا شابه ودخلات لنبتل ورأت لهم وقالا تعلمت بك لديك قرآن رحضا نظروا لدك قرآن رحضا فقد قالوا لا ممكن قسنا بعض المدينة وقالت أنه سبب ذاتي، صل الله علايه اللح سلام أر喜 بسمي قمت بابتي هذا الزكات كان يقول أنه سبب إذاً بدلت أنني تدعني هذا الوكس أنا لا يمكن أن تدعي بالذاتي هذا من الله أنك تنتهي حstق حتى الضرب عندما يصلحنيني أسفل والله ذاتي سبب ذاتي صل الله علايه وسلم لقد اخبرتنا أبداعه عندما نبي صل الله علیه السلام نحن لا تم محلال إذا كان لا تم نتحق سكاننا فقط لا تم الناس لذلك يعطي أنه جبك أسفل على بعض الوظائب ، الذين يسعروا للمرحة رأسوا عبد الله بن عباة بن سلول نحن قال أنه لا نحنس لدينا سنجسي سنجد قبا ثقافة لن نحن سنجس سنجد سنجد وسنجد وسنجد منحنت ونجس منهم وروحهن منكم وقتهم سنجد محمد صلى الله عليه وسلم وقاله لذلك فضل اللح ، جمجس جدان لذلك منزل من مجموز爷 ونمجز building بلد thanks at how the man's wealth because of his arrogance denial of the truth lack of fulfillment of a promise is to deny the truth that arrogance because of that allah rejected his wealth in the right cause it was used in the wrong cause he couldn't even see he couldn't even understand when a nabi sallallahu alaihi salam left us أبو بكر صديق رضي الله عنه وقامت بسيطة وقامت بسيطة أبو بكر رضي الله عنه قالت إذا كان ربيت لا تخلق أستطيع لا تخلق انا لا تخلق 同じ يوضا عمر بن الخطاب فيه وقت 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 لقائق فلقاء عمر الفاروق رضي الله عنه قال تخلقات مما جاء لا تخلق أستطيع لا تخلق تخلق انظروا كيف انجمت هذا الفرص لأنني کہ عندما يدخل هل فقط التي يمكنكم أن vue لك الآلالتات لكما يستطيع تستطيع انقاذك fold then you will hear that they went with thousands of dollars to the wrong cause and they gave it away. They gave it a way but they cannot spend on the good cause. So we need to ask ourselves where do we spend our money? look for the best place to give it look hard and ask yourself is this a good cause. Then we will give Inshallah. May Allah Subhanahu waTalala grant us goodness. Another very very bad quality of those who have arrogance. لديهم أخرى لا يتفقون بشكل مناسب و الله يدعو إلى دار السلام و يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم انا قلت لك قبل قليلات لهم لا يتفقون بشكل مناسب ليس فقط ذلك لهم حتى لا يتفقون بشكل مناسب الله سبحانه وتعالى قال فرعون عندما موسوس و آرون انهم موسى و حارون علیه السلام إلى فرعون وعندهم قالوا انا نؤمن لبشرين مثلنا و قوم ما لنا عابدون نحن 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 كذلك اما انهم نحن نوحن نحن 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 مناسب تندعين حيث أن من اسرائيل نحن 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 نعرف يع haz النجوؐ ف trustee صidet elector ANDY if your domestic work comes to you to warn you about the verse of your mess photographer , to show me my bad quality he might be or she might be a worker of mine but today they have corrected me your lie thank you for this this is the quality of a good Muslim today we are turning away from these هذه الائلات و هذه هي لذلك نحن نحن نفسي نحن نفسي الناس يقولون ان اسلام جمعاً جمعاً اسلام ليساً المسلمين لا يساعدون الإسلام بسيطة لذلك المسلمين يساعدون فعلاً حدث اشترك الله سبحانه وتعالى ما نعطينا لك ثم الله تقول أن آخر الاجمات أنه أولاً عندما يتم إخذ ما يحفظه سوف يسأل أن يسأل لي شيء جهو قد لا يمكنك شيء قد لا يمكنك لا يمكنك ما نذكر في هذا الشيء؟ عندما يسألوا شخصهم إلى الناس يسألوا من أجلهم مثل فرعون وامان وقارون وهم كثير منهم ومع ومع يسألوا أنهم سألوا حقاً عبو جهل وهم يسألوا مكسنجر صلى الله عليه وسلم نريد que تريد أن ت poss求 ما علينا أن نريد نريد? نريد أن نخدم بسم ونريد أن تم ذلك تуется شيئے مرانbage وع Lover انه مران فيريض وreeطان مضح وعقل محمد معنى النهي وفعلت برنا وقال الذين لا يرجون لقام وقال ، انفرس اللہنی بیو جانتا ہے اچھی جانتے ہیں براہ труд شکتر ہوتا ہے لے کہ یہاں دنیا سے بہت لہذا تھوڑا ہیں اللہ کہتے ہیں ، وہ مجھے امیدیں ہوں کہ کیوں طور پر آنگلاتا بھی نہیں ہیں ہم ان ان کے ساتھ راکھیں یا اللہ پر آئے ہیں ہم انہیں کروں کہوں کو راکھیں۔ ثم ہم مناس کے مرسلے میں جانتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی امید ہے؟ ما رأيته؟ أنت تريد أن الله يريد أن يتي جاء الله في العلوان لأسنة قرآن وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى إنها قناة قرآن مرحلة اللہ تقول إننا نسيبون لهم وإننا نسيبون لهم وإنهم قد يتبعوا وإنما إننا نسيبون لذلك في المدينة حالتنا يمتعوا لهم وإنهم قد يتبعوا إلا أن الله كان ينوه بالدقاء سبقا، بإمكانهم يشب нельзя لذلك لحبنا ركونا لحبنا always soften our hearts towards that which is correct and that which is good because this is the way we will achieve the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala and Allah says arrogant people people who deny the truth they know what is the truth in most cases they know it they recognize it but they deny it يتنى ان ترولو الناس الله من العربيات مثل تحرمت فرصة على حضورة تحرمت تحرم تحرمت نفسك وفرصة تبقى فيماكن ما الذي قالت عن تحرمت فرظ هو مستخفض هو مستخفض عندما تحرمت فرصة على حضورة إذا لا تستطيع إنها سرسلة الله نحن منزح لذلك الناس تعرف اللهم عنوان على الرسالة التي تعرفتها ولكنهم اتبعوا انهم قالوا لا انا لا اريد ما هذا اللہ قالوا يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا انهم الله تعرفون ولكنهم تعرفون ولكنهم تسر قلوبون اس لئے لہذا اللہ تعرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعرفتا ہے انہو لیحزنکا الَّذِي يَقُولونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللہ تعرفتا ہے کہ آپ کو یہ کہتے ہیں جو وہ کہتے ہیں Whether they've uttering is hurting you they areéquent against you and against the deen and against Allah we know that these words are hurting you we want to tell you that they are not in disagreement they know their hearts know that what you are saying is the truth but they are enduringur g Right chef look at how allah makes them deny May Allah subhanahu wa ta'ala protect us all ثم الله سبحانه و تعالى قال الله مرحبا يا عندما يمكنك إبغلا أن يجبها الله ذلك ومع ذلك أنه يجبها يجبها في تحبها لماذا؟ لأنهم مرحبا جمعا جمعا لهم مرحبا جو أبدا عندما ي Бог يد Safe و الله قال إننا إذا أريد أن نقوم بها وهي أعطاءنا ونقوم بها ولكن لنقوم بها لأننا عندما سنا مرحبا rumore لأنهم على خطأ مرحبا Logо إذا نقوم بسرطة إبغلاها عندما ينتظر في القرآن ، مثل القرآن محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا محمد صلى الله عليه وسلم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب أليم إذا كانت ما تصلت على الحقيقة هي الحقيقة نعطيح من الحق من أبداً لها بداية اننا نحن نحن نقاطية ثم نحن نعطيحنا لذلك نظرم كوندهم إنهم قرارات تماماً إذا كانت موجودة أخرى من الذين كانت نفضل إنهم قالوا إن إنه الحقيقة فإن نحن نشوك في نارتنا إنهم سبب شيئًا إذا ما تقولك إذا كانت ما تلتقى نحن ناسقاً ثم نحن برزمدها ثم نحن نعطيحنا هذا أكثر goesزجي أفضل بالفعل ولكنك ما انظروا يكسين انقضتوا هكذا للمحال abbiamo كنت نحن نجمع البداية كيف يمكنك أن تسأكل الله سبحانه وتعالى نحن من الارغداء سبحانه وتعالى فowed Biogano يقول بأنزه لا يريد أنهم كما لا ترون ولكنهم لا يريد أن يقوم لا يريد أن يرى الله سبحانه وتعالى من نوح اللح سبحانه وتعالى يقول أنه لا يمكن أن يكون لديه فقد يسمعه على الناس عن 950 عام فقد قلت أنه يسمعه على الناس انظروا إلى الله تبقى هذا تبقى هذا تبقى هذا لديهم لا يريد أن تسمع اوه نوح من أعتقد أنت 950 عام بعد نوح عليه السلام يسمعه على الله ونوح عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى إني كل ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم كلما أجلهم 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 ونحن لهم لك يا الله ونحن لك لديهم امتلاحوا مجردهم في أجلهم والحسن لا يريدهم والحسنهم والحسنهم لديهم أصابعهم أكثر أصابعهم 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 يا الله الله قال أصابعهم أصابعهم الله يقول نُوح لا تفتكلم أننا هم جنبتك كلهم لديهم تم إصدصاركم عن فعلوا ثم شخص الله سبحانه وتعالى مظلوم ن livelihood في مظلة ضمن بدون منهم يإن wildlife مظلوم كيف represents على كل مظلال لذا عندما أقول اس 1700 ؟ أول ustedes معتر 알고 عددنا yield رئيس اليوم لذلك 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 تنمي منذ 5-6 سنوات لذلك لذلك يتبعون اليوم لذلك الله سبحانه وتعالى يمتلك أننا نسخنا بذلك الآن الله يجب عليهم الناس لهم أمينا لذلك الله سبحانه وتعالى نفسهم محمد يقول لهما أنني سألتك 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 لذلك الجسم و نئو من خطر أسواس이드 ج conocer than people who are bad andilty Allah says what is the point of seeking forgiveness for the one who doesn't want forgiveness himself you know when the child does something wrong in school a child has done something wrong in school and the father goes to apologize أن أقول أن أجل ما زادت في السبب هذه السبب لا يرى شيء إذا كان أجل ما exists العسل لا أريد أن أرجل أن أجل ما لا أجل ما يرغب ليس قبضى لأجل أخبائ لأن أخبائ أنا إجنب لماذا أقول أن أجل ما إذا كان بأباً أحد عمر لأن أجل ما زادت في السبب سيضب مدتشق يسين ستحق إذننا the child needs to say I call the teacher a fool, but I am a bigger fool, because it is my teacher. So a teacher who is a fool whom I believe is a fool, can only teach me how to be a bigger fool. So the child needs to admit that I was wrong to say this. Then if the father comes and says look I apologize on behalf of my child, the headmaster will say No problem, don't worry problem sorted. لذلك الشيء يتحدث للهيبوكريتين والذين الذين يرغبون الله يقول استغفر لهم او لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله الله سبحانه وتعالى قال او محمد peace be upon him whether you seek forgiveness for them or do not seek forgiveness for them it is not going to help them Allah will not forgive them even if you seek forgiveness for them 70 times it's not going to assist them because they themselves must seek forgiveness when a hypocrite does not admit that he is wrong how is the whole world's dua for him going to help him this is why the kuffar we make dua for their guidance but if there are evil people for example sometimes you will have definitely Allah subhanahu wa ta'ala punishing them and Allah says your dua for that one who has rejected us cannot help because he has rejected us himself totally if he shows the signs of remorse we will definitely then be able to forgive him so this is something we need to be careful of when arrogance creeps into the heart we then tend not to seek forgiveness and I want to raise a very very important point an arrogant person does not say I am sorry no they don't arrogant person is too proud to say I am sorry so we need to ask ourselves do we apologize to our wives to our husbands to our parents to our children to our family members to those we work for to those who work for us to those at the schools or to others do we ever say I am very sorry I really I am sorry what I did is wrong we will not be able to say I am sorry unless we think about our own condition in our hearts and if we think of our condition and we find fault we will say I am sorry and a higher level is to apologize sometimes when you are not even wrong just to diffuse the situation sometimes not all the time sometimes when you know it is a petty matter and when you know it is a very big it is going to have very big positive results if I say I am sorry go out and apologize say I am sorry I was wrong I will not repeat it again and so on even though you might know you are right subhanallah think about what I have said tonight sometimes to solve a family problem which has been going on for 10 years 20 years it requires one man who has a coconut when I say coconut I mean very hard to crack to come out and say look I am sorry really I am sorry why do we need to have coconut which is not cracked if a coconut is not cracked you will not enjoy the juice if a coconut is not cracked you will not enjoy the coconut inside the beauty of it so first crack that nut may Allah subhanahu wa ta'ala grant us good nuts good coconuts good juice inshallah and all forms of benefit yes I might have said it lightly but the lesson is very great why don't we come off come forward and apologize and a lot of the times we are wrong and we don't want to apologize it happens to women folk it happens to men folk shaytan comes to us and say no I am not going to say I am sorry for what I am not going to say that why who you think I am going to say sorry to that man or to this woman no no not me wallahi that is like Iblis that is what Iblis told Allah me prostrate to him no not me exactly the same words may Allah subhanahu wa ta'ala protect us then Allah subhanahu wa ta'ala says another quality they think they can get away with this arrogance Allah says they will never be able to get away listen to what Allah says waqaruna wa fir'auna wa haman these are the names of people who are big criminals very arrogant they rejected the truth and despised everybody around them when Moses came to them with clear signs they were arrogant they spread corruption on the earth they were arrogant and they despised the people on the earth and Allah says they were not going to escape from us fa kullan akhazna bi thanbih every one of them we punished them due to that sin of theirs what type of punishment Allah says fa minhum man arsalna alayhi haasiba some of them we sent to them wind very strong wind some of them we sent to them the tremors which resulted in loud screaming and yelling wa minhum man khasafna bihi l-ard some of them we caused the earth to eat them up wa minhum man aghraqna and some of them we drowned them totally wa ma kanallahu liyazlimahum Allah says Allah did not oppress them walakin kanu anfusahum yazlimoon they oppressed themselves with all these bad habits starting with the quality of arrogance and pride may Allah subhanahu wa ta'ala grant us all forms of protection and Allah subhanahu wa ta'ala speaks about how he will call the people on the day of qiyama how they will debate with one and other as I said at the beginning of this talk where Allah subhanahu wa ta'ala speaks about those who are arrogant with the others Allah says subhanahu wa ta'ala they will all come in front of Allah subhanahu wa ta'ala the weak ones will tell those whom they followed the weak ones will tell those who are proud and arrogant in we were following you we were following you in the dunya today are you going to take a little bit a little bit of the punishment away from us because we were your followers and the quran says qala al-lazhin astakbaru inna kullun feeha those haughty will say that we are all together today in the punishment and you know there are some powerful verses that Allah speaks about in suratul araf where Allah subhanahu wa ta'ala says the people of jannah and the people of jahannam will have a discussion with one another so the people of jannah will ask the people of jahannam listen to the verse I think I must read it it is extremely powerful Allah subhanahu wa ta'ala says in suratul araf and these verses we need to listen to them because Allah subhanahu wa ta'ala is describing what is going to come and Allah subhanahu wa ta'ala says the people of jannah will ask the people of jahannam we have found wajadna ma wa'adna rabbuna haqqa fahal wajadtum ma wa'ad we found what Allah promised us to be true have you found what Allah promised you to be true as well they will say na'am yes Allah says a caller will call out that curse be upon those who are oppressors those who are disbelievers those who have turned away from the signs of Allah then the people of jahannam will call out to the people of jannah wa naada ashaabu naari ashaab al-jannah the people in the fire will call out to the people of paradise can you please pour on us some water or a little bit of what Allah has provided you in terms of positive liquid any form of liquid that will help us today and these people of jannah all make dua to Allah to protect us not only from being from the arrogant but from being in the company of the arrogant and from being affected by those who are arrogant and proud and if we are making dua to ask for something we should be conscious of it in our hearts listen to this dua Allah subhanahu wa ta'ala says Moses may peace be upon him he saw Fir'aun he saw Pharaoh and he saw what arrogance Pharaoh was in and he said Allah says in the Quran وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّهِ وَرَبِّكُمْ مِن كُلِّ مُتَكَبِّرِ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ Moses he said O my Rabb I seek your protection I seek your protection from all those who are arrogant and haughty those who do not believe in the day of accounting this also shows us another quality of arrogance and pride or the offshoot of arrogance and pride people become such that they don't believe that there is a day of accounting they don't believe that there is a day of qiyama they might say it but they don't believe it their actions are proving otherwise so it's important for us to make dua Ya Allah protect us from arrogance Ya Allah protect us from those who are arrogant help us grant us the ability the ability to understand where it is coming from may Allah subhanahu wa ta'ala open our doors Allahumma salli ala muhammadin in nabi al-ummi wa ala alihi wa salim taslima Ya Allah we ask you goodness Ya Allah you are our owner creator nourisher cherisher sustainer provider protector ya Allah you are in control of our lives Ya Allah you are in control of the life of every creature of yours Ya Allah you are in absolute control Ya Allah you are the magnificent Ya Allah you are the owner the most forgiving most merciful Ya Allah you are the owner of the day of judgment Ya Allah you are the owner of absolutely everything in existence Ya Allah Ya Allah you own us Ya Allah we worship you Ya Allah we put our heads down on the ground for none other than you Ya Allah we adore you Ya Allah forgive us Ya Allah forgive us and protect us from arrogance Ya Allah help us to distinguish between arrogance Ya Allah and your obedience Ya Allah and keep us in your obedience Ya Allah and protect us from that which is full of pride Ya Allah help us so we do not belittle other people Ya Allah Ya Allah help us so we do not despise other people Ya Allah Ya Allah help us so that we do not reject your signs your verses Ya Allah we do not reject the truth Ya Allah tonight Ya Allah we've heard so many qualities and so many signs that are evil Ya Allah help us to be protected from that Ya Allah Ya Allah help us to be from amongst the good Ya Allah resurrect us with the prophets and don't resurrect us with Fir'aun and Qarun and Haman and Ubayy ibn Khalaf Ya Allah Ya Allah protect us and our offspring Ya Allah our children keep them on deen Ya Allah help us Ya Allah to dress appropriately Ya Allah help us to become beloved to you Ya Allah love us Ya Allah for indeed we love you Ya Allah we are trying our best to please you Ya Allah life is a challenge Ya Allah as you know life is a test Ya Allah as you have decreed Ya Allah Ya Allah make these tests easy for us Ya Allah Ya Allah sometimes life is so difficult Ya Allah but we know with your help with your assistance we will pull through Ya Allah help us through life Ya Allah help us so that we can become good people Ya Allah help us so that we do not look down upon anyone Ya Allah help us to respect others when we speak to them Ya Allah help us to respect others when we communicate with them when we mix with them Ya Allah help us to be an asset in our families in our homes Ya Allah Ya Allah help us in every single way Ya Allah Ya Allah protect us make us good people Ya Allah help us to speak in a nice in good language to our wives to our children Ya Allah Ya Allah we do not deny any of your verses any of your signs Ya Allah make us not from amongst those who are arrogant Ya Allah Ya Allah we do not despise anyone we will not despise anyone from this day on Ya Allah Ya Allah protect us Ya Allah make us good people Ya Allah Ya Allah the day we die we will all be enshrouded in one type of enshrouding Ya Allah Ya Allah have mercy on us on that day Ya Allah Ya Allah grant us paradise Ya Allah resurrect us with the good people not with the bad Ya Allah Ya Allah make us from those who can spend in the correct cause not in the bad cause Ya Allah Ya Allah help us in every single way Ya Allah Ya Allah we make dua Ya Allah we ask you to bless our offspring the women of this ummah the men of this ummah Ya Allah those who are suffering across the globe Ya Allah those who are sick and ill grant them kihoho Ya Allah those who have passed away grant them mercy Ya Allah the day you take us away have mercy on us as well Ya Allah Ya Allah we ask you all the goodness that Muhammad sallallahu alayhi wasallam has asked you and we seek protection from all the evil that he has sought protection from until musta'an you are the one you are the one we seek help from alayka albalagu Ya Allah all du'as return to you Ya Allah you are the only one we can raise our hands to Ya Allah and we can ask Ya Allah knowing that you will respond Ya Allah from amongst us there are the old there are the elderly there are men there are women Ya Allah there are those who are going through health conditions Ya Allah we have all raised our hands Ya Allah we are asking you Ya Allah we know you will never return our hands without responding Ya Allah grant us goodness Ya Allah we all have different difficulties different issues different situations different problems Ya Allah you are aware of our condition in full even better than we are aware Ya Allah help us through our conditions create ease for us Ya Allah create solution to our problems Ya Allah create ease to our difficulties Ya Allah create goodness in our situations Ya Allah grant us spouses who will be the coolness of our eyes Ya Allah Ya Allah those who are not married grant them spouses who will be the coolness of their eyes Ya Allah those who are keep them happy in your obedience Ya Allah Ya Allah we know that whenever we obey You Ya Allah You will still test us but You will grant us contentment Ya Allah Ya Allah we ask you that contentment Ya Allah make us those who are obedient Ya Allah help us to learn lessons by watching others by listening to your verses Ya Allah by reading the sunnah of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam by going through the lives of all the messengers Ya Allah we don't want to be on the wrong side Ya Allah Ya Allah resurrect us with those قد Ya Allah عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العزة وصل strength اشتركاز اشتركز وصل اشترك leave